موضوعنا لهذا الليلة شوية مثير وعجيب غريب قد يكون وهو هل كان المرجع الراحل السيد محمد الشرازي يؤمن حقا بوجود الإمام المهدي بعض الأخوة نشروا بعدما نشرت هذا العنوان وهو سؤال من أحد الأخوة مقدم إليه وقبل أن أجيب عليه بدأوا يجيبون أنه نعم سيد الشرازي عنده في عدد من الكتب ينص على مسألة الإمام بوجود الإمام المهدي وأنا أعرف طبعا هذه الكتب وكلها قاريها ومن طفولتي أنا أقرب هذه الكتب وأسمع السيد يتحدث وكذا شي عادي ولكن عندما أنا بدأت أبحث الموضوع وتقريبا بعدما أكملت البحث ذهبته إليه قبل أن أخرج من إيران سنة 1990 هو كان سامع أنه أنا نتحدث مع بعض الأخوة المقربين جدا بدوائر ضيقة جدا خلاصة بحثي أنه ليس لدينا أدلة على وجود وولادة ولد الإمام العسكري اللي نعتقد فيه أنه هو إمام موجود وغائب وسوف يظهر كل حكي كلام يعني ما إلى حقيقة فأشر الإشارة هو وأنا فهمت الإشارة كنت جالس بصفة يعني بالحقيقة في مكتبه في البيت فقلت له يعني هو تعرض إلى الشيخ المنتظريا وهذا يعني لأنه أنكر فدك وصيب بمصيبة أي المصيبة الحصار لك أمفرض علي ذيك الأيام فقلت له يعني هذه مسألة جزئية بسيطة مثلت الفدك أو كذا مفت قضية عكدية يعني وتجرأت معها أكثر قلت له أنه مثلا موضوع وجود الإمام الثاني عشر موجود ولو ما موجود هذه قضية مهمة جدا في فكرنا وفي حياتنا وفي ديننا وعقيدتنا وفي فقهنا وفي كل شيء فقل لي إذا يعني تتكلم بهذه الصورة سوف أنت استطيع أن تعمل بعد ذلك قلت له طيب أنا لا يهمني العمل الآن بقدر ما يهمني أعرف الحقيقة وأني كنت منتهي من بحثي في الموضوع فتجرأت أكثر أقول له واحد يسأل مرجع يقول له أنت مثلا مجتهد في موضوع الإمام المهدي يباحث فيه أو لا ما يعطوك فرصة حتى تسألهم السؤال ولكن السيد الشرازي رحمة الله عليه كان متواضع كثيرا حقيقة وحليم كثيرا وكان منفتح يعني بالنسبة لي أنا أدث مرات تجرأته عليه وتحديته في الكلام كلام قاسي من عندي وأنا التلميذ صغير إليه يعني فقلت له طيب سيدنا أنت باحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر سؤال يعني فيه تحدي وفيه جرأة وفيه وقاحة شوية أيضا فقال لي لا بالحقيقة أنا مباحث في الموضوع بكل صراحة أعترف لي فتجرأته أكثر وقلت له طيب إذا أنت مباحث هل أنت قاري كم كتاب حول الموضوع قاري شي حول الموضوع قال نعم أنا قاري مطالع يعني المطالع تختلف عن البحث مرة واحد يقرأ كتاب ويروح يعني من دون ما يفكر فيه كثيرا ومرة واحد لا يبحث ينقد الكتاب ويشوف الكتاب مثلا صحيح ولا خطأ وكذا أو شون الضغرات اللي فيه فقلت له طيب سيدنا أنا نسوي بحث حول الموضوع بعدني مكاتبة قبل أن أخرج من إيران وصوات البحث سنة التسعين فأنا عندي بحث حول هالموضوع سوف أكتبه وأجيبه إليك وأعطينا رأيك بالموضوع أما أنا مصيب أو مخطئ قال طيب فخرجت من إيران ودعتها ودع الأخير وجئت إلى لندن سنة واحد وتسعين أول واحد وتسعين وجلس سنة ثلاثة أيضا أكتب البحث ويعني أقرأ مزيد من الكتب حوله والتحقيق والبحث فيه إلى أن كتبته في نهاية اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين أرسلت رسائل إلى عدد من علماء 400-500 عالم شيعي أطلب منهم الاطلاع على هذا الكتاب مسودة الكتاب والتعليق عليه وإبداء رأيهم ومنهم السيد الشرازي بعثت له نسخة مسودة من الكتاب كنت طابع في المطبع في الطابعة البيتية يعني أرسلت له نسخة حتى يعطيني رأيك كما أرسلتها لأخو المدرسيين أساتدتي يعني ولآخرين الشيخ عن الكوراني وغيره وغيره فلم يجب السيد الشرازي على كتابي أرسلت له رسالة مفصلة وموجزة ونشرها عني في صفحتي اليوم إذا أحب يطلع عليها ونشرها أيضا في كتب أخرى في كتابي عن السيد الشرازي ونشرها في حوارات أحمد الكاتب مع العلماء والمجتهدين حول وجود الإمام الثاني عشر أرسلت لكتابة باختصار أنه لماذا أبحث الموضوع وما هي أهميته ولماذا المراجع العلماء يبحثون في الفقه وفي الأصول وفي الكذا ولا يبحثون في عقيدتهم ومثل هذا الموضوع اللي هو الأساس العقيدة الإمامية الاثنية عشرية والإمامية فمعقولة واحد مرجع مجتهد طبعا كل المجتهدين هكذا معظمهم 99% لم يبحثوا في هذا الموضوع مقلدين فطلبت منه أن يعني يبحث الموضوع أكثر ويعطيني الجواب فلم يجبني ورسلتين شفت هذا الكتاب الإمام المهدي شبين إمام مهدي ولا شي الإمام المهدي طبعا الفكرة هي فكرتين فكرة كتاب صغير جدا شوفوها الإمام المهدي ما مناقش كتابي المفروض بعد سنتين من صدور كتابي بعد الحقيقة سنتين من صدور الكتاب وإلا يعني حوالي خمس ست سنوات سبع سنوات من النقاش من إرسالي الكتاب المسودة المسودة سنة 93 وصدر كتابي سنة 97 وهذا الكتاب صادر سنة 99 فخلالها سبع ثمان سنوات لم يجبني بشيء لا هو ولا غيره يعني المفروض كان يأخذ الكتاب ويرد على انتقاداتي أو على إشكالاتي أو على أسئلتي الموجودة في كتابي إمام المهدي محمد بن حسن عسكري حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية هكذا كنت أقول أنها فرضية فلسفية مش حقيقة تاريخية وهو جزء ثاني من كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاة الفقه الأهم شيء كان في الإمام الثاني عشر الفكرة كما قلت لكم فكرة تاني فكرة الإمام المهدي هاي فكرة عامة عند سنة عن فصائل الشيعية أخرى فكرة عامة ما بحثت لها كثيرا ولا أريد أن أبحثها الآن بحث في مجالات أخرى ولكن في صلب الموضوع ليس فكرة المهدي إنما فكرة وجود الولد للإمام الحسن عسكري حتى نقول أن هذا ولد أكيد وغاب أكيد وهو الإمام أكيد وثم نقول هو المهدي المنتظر إذا إحنا ولادة هذا الشخص شكينا فيها أو ما تأكدنا أو ما عرفنا كيف نعطيه صفات أخرى أنه هو إمام معصوم مع أي مقبل الله هو المهدي المنتظر العرش ثم نقش لا يجد أن ننقش على شيء غير موجود فالسيد الشرازي هنا أنوان كتابه الإمام المهدي حتى ما يذكر بالأنوان من هو مثلا كأنه هو الوحيد موجود رغم أن فكرة المهدي موجود عشرين واحد عند حركات الشيعية الأخرى فشوفوا كيف رد علي وماذا يوجد في هذا الكتاب الآن نبدأ صغيرة مختطفات من هذا الكتاب باكراحي